في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية كشفت مفوضية الانتخابات عن تأجيل موعد نشرها حتى إشعار آخر رغم إعلان لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب بدأ عملها بالتواصل مع المفوضية عضو لجنة المتابعة بالمجلس عز الدين غويرب أوضح أن اللجنة ستقوم بمسائلة المفوضية حول الصعوبات التي منعتها من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة إضافة إلى أنها ستقوم بفحص بعض الأوراق واللوائح التي أصدرتها المفوضية والمتعلقة بالمترشحين غويرب قال أيضا إن اللجنة ستقدم تقريرها النهائية لمجلس النواب في الجلسة المزعم عقدها يوم الاثنين وأكد أن المفوضية واقعة في مأزق إذ أنها غير قادرة حتى هذه اللحظة على إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبالتالي ستدرس اللجنة هذا الأمر خصوصا وأن صمت المفوضية وعدم قدرته على الإعلان حتى الآن قد يؤثر على الانتخابات بشكل مباشر ويرى مراقبون أن الجلسة المقبلة ستحمل في جعبتها الكثير والكثير فمن جهة هناك تساؤلات حول القائمة النهائية ومن جهة أخرى فإن التساؤلات الأكثر حول إمكانية عقد العملية الانتخابية برمتها في الموعد المحدد أم أن هذه الإشكاليات ومحاولات العرقالة ستحقق هدفها في النهاية سؤال لا تفصل عن إجابته سوى بضعة أيام قلائل